سقور كرة السلة الأردنية لبعد لحظات مواجهة هامة أمام منتخب الفلبين في نهاي بطولة الأسياد لكرة السلة وبدنا نروح إلى الزميل صايل بين صايل بكل تأكيد متواجد في تجمع للاعبين ولاعبات كرة السلة السابقا يرصد لنا الأجواء قبل بداية هذه المواجهة والتوقعات لسقور السلة الأردنية لي في صايل وحديث أكثر معك بكل تأكيد أفراد ولاعبي المنتخبات الوطنية لكرة السلة في لحظات هي لحظات تاريخية بانتظار المنتخب منتخبنا سقور السلة اليوم بالظفر إن شاء الله في الساعات القادمة بذهبية الألعاب الآسيوية للمرة الأولى كلعبة جماعية نشاهد هذا التألق وهذا الإبداع وهذا الآداء الجميل من لاعبي سقور السلة هنا اللاعبون المدربون الإدارة في الاتحاد تنتظر الدقائق القادمة على أحر من الجمر وينضم إليه أيضا نبيل أبو عطا أجواء جميلة ورائعة بانتظار إن شاء الله فوز وميدالية ذهبية للمرة الأولى إن شاء الله هذا أملنا دائما وأدهى السقور نحن اليوم معنا كل سقور الأردن من كل الفئات الناشئة حبينا نجتمع كلنا مع بعض هنا مقر كياتاون في مصرح لحنا نحن در المباراة على شاشة كبيرة حبينا نشارك هذه الفرحة جميعا كلنا كأفراد ناشئين السقور وناشئات السقور وإن شاء الله اليوم نظفر بالدهبية وحتى لو حصلنا الميدالي الفضي إحنا فخورين جدا بسقورنا وأداءهم وبرفعوا الراس وإن شاء الله نحصل الدهب وإن شاء الله نرجع كلنا نحتفل بالسقور لما يرجعوا على أرض الأردن كلنا نسواها مع بعض هاي إيد وحدة شبابنا اللي بيفتخروا إنهم لاعبين منتخب وطني بيفتخروا إنهم يحطوا اسم الأردن على صدرهم بتطلعوا للشباب السقور الرجال والسيدات بتطلعوا لهم على إنهم قدوة على إنهم ممثلين للمنتخب لأنه المنتخب الوطني شرف كبير لكل لاعب لكل حدا بيحب لعبة كرة السلة إنه يمثلوا بكل الأوقات ويرفع اسم الوطن عالي وعلم الأردن عالي فإن شاء الله الله يوفق الشباب اليوم وكلنا بالانتظار فقعدين جم بعض اليوم إن شاء الله بنحضرها وإن شاء الله بنفوز شكرا لتغطيتكم للحدة أيضا ينضم لنا من الشباب كابتن علي أحد لاعبي منتخبات منتخبات للكرة السلة اليوم شعورك باللحظات التاريخية لمنتخب سقور السلة والأنظار تتجه لأول ذهبية كل لعبة جماعية على مستوى لعبة جماعية في الأردن طبعا أول إشي يعني بحب أشعركم على التغطية هاي وبكفل حاله إنجاز أن نوصل للنهائي وإن شاء الله اليوم يعني الشباب أعطوا اللي عندهم ضل بس جيم واحدة إن شاء الله نفوزها ونحق إنجاز كبير يعني للسلة الأردنية إن شاء الله أيضا تعالى الله تكالعافية يعني ما شاء الله سقور السلة خمس مباريات متتالية فوز اليوم أمام المنتخب الفلبيني نتمنى أن يكون سقور السلة حاضرين في هذه المباراة طبعا إحنا كنا هنا عشان ندعم السقور وإحنا طبعا عشان إحنا أصغر منهم إحنا منطلع عليهم وهم يعني مثلنا الآن هم قدوتنا أيوة وإن شاء الله برجعوا بالميدالي الذهبية إحنا فخرين فيهم بتواجد الجماهير من لعبي منتخبات سلة شعورك اليوم في هذه اللحظات التاريخية أنا كثير بشكر الاتحاد على أنه عمل هذا التجمع صراحة إشي كثير حلو أنه لكل الاتحاد الأردني لكل تسلة توقعاتك اليوم الشعور إن شاء الله كده إن شاء الله طبعا قدها إن شاء الله قدها سقور السلة قدها ونص أشكرك ليث كما شاهدت هنا في هذه الصالة أجواء من السعادة أجواء بتفاؤل أن يحقق المنتخب سقور السلة أن يفوز باللقب ويحوز على الذهب أمام المنتخب الفلبيني المنتخب تقريبا فاز في خمس مباريات متتالية اليوم في المباراة الختام أمام المنتخب الفلبيني وسبق إلا أيضا في المراس سابق أن تفوق عليه فالأنظار تتجه اليوم للحصول على أول ميدالية ذهبية في الألعاب الجماعية سوف تكون بإذن الله وإن شاء الله تكون لمنتخب صقور السلة هذه الأجواء هنا ونتمنى أن نشاهد بعد قليل إن شاء الله فرحة تعم المملكة بالحصول على هذه الميدالية عليك هليث ورضيوفك الكرام في الستيديو شكرا صايل على وجودك معنا من اتحاد الأردن لكرة السلة